بنجدد لقاءنا بحضراتكم وبنبدأ فقرتنا الرئيسية الحوارية في طعم البيوت وبنتكلم عن مشروع الدلتة الجديدة ضيفنا اللي بنوارنا في الستوديو اللي هيسعيدنا أكتر لأننا نتكلم عن الموضوع بشكل أكتر تفصيل الدكتور أيمن اسماعيل جراب دكتوراه في العلوم البيئية والبحث في التنمية المستدامة براحة بحضرتك يا دكتور أهلا بيك والسادة المشاهدين ويا رب مصر والمصرين كلهم بقيت دايما يا رب إن شاء الله يعني خلينا نبدأ ونتكلم عن الملامح الرئيسية لمكونات هذا المشروع وعلاقتها بالتنمية المستدامة خليني يعني زي سمحتيني في ديئتين الأول كده يعني نذكر نفسنا بالسادة المشاهدين بالتنمية المستدامة ونربطها أكيد بالمشروع اللي هو جزء منها إن شاء الله لكن أنا دايما بحب بروس كده بعض الحاجات اللي يمكن تبقى في ذهني وفي ذهن المواطن البسيط يعني فيه مثال شعبي كده يحضرني اللي أكله من الفاسه قراره من رأسه من رأسه أي يعني النهاردة ما حدش يقدر يسيطر علي ما حدش يتدخل في قراراتي ده فكر يتحول بقى مع الدولة لتخطيط ووالأخر طيب إحنا بنتكلم على مشروع كبير جدا وهو الدلتة الجديدة نسبة للدلتة القديمة وارتبطها بالتنمية المستدامة طب ما نذكر بعض كده بالتنمية المستدامة ونذكر السادة المشاهدين بالموضوع الاستدامة اللي لا وحده لكن مقصود بالاستدامة هنا يبقى بقاء الإنسان قدر حياته كلها يعيش كويس مبسوط حاجاته الرئيسية تتلبى ويبقى عايش في أمان وسلام زي ما قلنا لحاجاته الرئيسية ده ببساطة كده التفق العالم من خلال الأبحاث والأم المتحدة إن التنمية المستدامة لها ثلاث محاول بيئي واقتصادي واجتماعي ببساطة كده هي تلبية احتياجات الأجيال الحالية من خلال موارد المتاحة بكفاءة وفعلية مع مراعاة بعض مهم جدا للأجيال القادمة وإيه الحفاظ على البيئة يبقى عرفنا كده التنمية المستدامة عبارة عن إيه طيب هي فيها 17 هدف هي حقوق الإنسان نتكلم كده من البداية محاربة الجوع والفقر والصحة والتعليم والأمن والأمان والعمل والصناعة والبيئة النظيفة يبقى جزء من التنمية المستدامة هو تلبية الاحتياجات الغذاء والأكل يبقى هنا دي ليه علاقة بإيه بخطة مصر والزراعة اللي هي هم مصر والحكومة والقيادة السياسية طيب لما نيجي نتكلم بقى عن المشروع اللي هو جزء زي ما اتفقنا من التنمية المستدامة ونقول إن المشروع عبارة عن إيه قبل ما يعني أتكلم عن المشروع نقول إن مصر وي 6-7% من مساحاتها احنا النهاردة بنتكلم على مساحة قليلة جدا من مساحة قليلة احنا مع زيادة السكان والاحتياجات محتاجين نتوسع ونخرج من الدلتة الضيقة طيب مصر عملت هي عملت حاجات كتيرة جدا وأهمها الدلتة الجديدة المشروع اللي احنا بنتكلم عليه بسرعة كده نتكلم على المشروع ونقول الأرقام دايما لا تجذب زي ما بيقول نقول إن تكلفة بس البناء التحتية حوالي 160 مليار جنيه بنتكلم على مشروع يتكلف من 600 ل700 مليار جنيه الفدال عشان السادة المشاهدين يبقوا عارفين الموضوع بيتكلف حوالي 250 ألف جنيه شايفين حجم الموضوع قد إيه نحن شايفينه معنا عشر خلينا نقول بقى المشروع بينقسم لثلاث أقسى جزء الأولاني هو مستقبل مصر وببساطة كده حوالي 500 ألف فدال المشروع كله قبل ما انسى 2 و 2 من 10 ألف فدال مع يعني الامتداد اللي مصر يعني تريده 1 من 10 مليون فدال لحوالي 9 مليون النهاردة المشروع ده الواحده زي ما قلنا 2 و 2 من 10 منهم 500 الأول في مستقبل مصر وده يمكن امتداد محور روض الفرج الضبع في الناحية الشرقية من المنطقة الغربية وبنتكلم شماله كمان 500 ألف فدال وهو جنوب محور الضبع معهم مشروع تاني صغير اسمه جنب مصر وده بسيط وانتهى وشغال بشكل بجيء المشروعين التانيتين أو الجزئين التانين لسه فيهم امتداد وفيهم شغل وافتتح الريس منهم أكتر من جزء لكن المشروع ده 64 ألف فدال الري فيه من خلال نقول الأبار وكمان بناخد برضو ده فكر مصر الحديث في الوقت اللي هي إعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي من نقول أكتوبر في هذا المحور إذن إحنا أمام مشروع 2.2 من 10 اتكلمنا 500 و564 فيها امتداد طبيعي فيها امتداد عمراني فيها محاصيل متنوعة النهاردة بقى عندنا فجوة في الأن النهاردة إزاي يبقى المحاصيل دي من خلال هذا المشروع بإراءة المحاصيل ويبقى فيه طبعا السادة الزراعية المتخصصين فاهمينه برضو مبسط للسادة المشاهدين الموضوع بيبقى فيه تبادل للعرب الزراعية يعني المرادة نسرع المرادة جاية أمحة عشان ما نستهلكش عشان الأرض نقدر نستفيد منها بأكبر قدر يبقى المحاصيل نتكلم عن المحاصيل هدفنا الرئيسي فيها المحاصيل السراتيجية زي الأمحة زي الرز زي البصل البطاطس الحاجات راسية ومنها كمان الحاجات اللي هي الزيتية عشان الفجوة اللي عندنا مين يدير هذا المشروع برضو ببساطة كده القوات المسلحة بهيئتها ويجهاز الخدمة الوطنية مع وزارة الزراع مع المحافظات اللي فيها هذا المحور وهي أجهيزة ومرسة مطروح والبحيرة يبقى التوليفة لهذا المشروع بهذا الشكل بنقول هو زيادة مساحة مصر الزراعية للدلتة الوحدها حوالي 30% وامتداد مشروع فيه إن شاء الله إنه يحقق طفرة وبدأ فعلا نقول النتائج والبشرة فيه إن شاء الله إن شاء الله طيب خلينا نتكلم إحنا دلوقتي مهتمين كدولة بالبنية التحتية فأهمية توفير البنية التحتية لمثل هذه المشروعات والله أنت لفت نظري أو يعني في السياق ده حاجة مهمة جدا إحنا قبل ما نبدأ أي مشروع إنها صدر مصر جديدة جمهورية جديدة هي علمية عملية على أرض الواقع مش أحلام أيوة طب قلينا نقول إن قبل ما يبدأ المشروع أبروز كده لابد من الأمان والأمان للدولة المصرية من الأول ما ينفعش يعني مشاريع قبل ما تستقر الأمور الداخلية وخارجية ده رقم واحد طب البنية التحتية أهم حاجة للمشروعات دي هنقول أهم ثلاث محاول رئيسية وهي الميا المياه أول حاجة طب المياه بتاعتنا هتيجي منين في الحقيقة اعتمدنا هنا مصر لم يزيد المياه بتاعتها بتاعت النيل من حوالي 200 سنة من 1850 قدرتك قلت إن إحنا عندنا مصادر أخرى عندنا المياه الجوفية وعندنا تحليط بعض مصادر المياه إحنا عندنا ثلاث أبار كبيرة بنعتمد عليها يبقى إحنا لغاية دلوقتي ما تكلمناش على مية النيل خالص وهي 55.5 مليار متر مكعب بنتكلم بقى إن إحنا بدينا اعتمد على ثلاث أبار لا بس إحنا قلنا في تحليط مياه إعادة التدوير بيأعلى مستوى وعندنا تحليط مياه البحر كمان بالضبط كده لكن يمكن تحليط البحر مش في المشروع ده وتحديدا بنتكلم على محطة الحمام بتديني حوالي بنتكلم 7.5 مليون متر مكعب في اليوم يعني دية من بس تدوير المياه الصرف الزراعي والصرف الصحي بنتكلم بقى مع الأبار إحنا المشروع ده تتخيل حضرتك إنه عاوز من 12.5 مليون متر مكعب في اليوم المتوفر دلوقتي من الأرقام اللي قدتها عشان نربطها للسادر المشاهدين حوالي 8 بس يبقى فيه فجوة طبعا في الحقيقة المساحة كلها لم تنزرع لكن إحنا ماشيين فيها يبقى دي رقم واحد الراي رقم اتنين عندنا الكهرباء هنشتغل إزاي من غير كهرباء وببساطة كده فيه محطات عملاقة تابعا شغالة بنتكلم في حوالي 250 ميجا واط عشان نوضح برضه للسادر المشاهدين والأرقام توضح لك أن تتخيل من السادر العالي 1600 وإحنا هنا من المحطة دي كام؟ ها؟ 250 ألف وخمسة يبقى الرقم واضح يبقى 2500 بنتكلم على 1600 بقى الضعف السادر العالي تقريبا بنتكلم على شبكة طرق كبير بنتكلم مش عاوز أقول لحظات داخلية وخارجية حوالي 500 كم برضو الفكر بتاعها يبقى فيه طرق عرضية وصية بنتكلم على حوالي 60 طريق رأسي و35 طريق عرضي لكل ألف فدان الفكر هنا أنه لازم يبقى قريب من التخذير قريب من الطرق الداخلية عشان الاحتياجات الداخلية قريب من التخزين وأماكن التخزين والتداول هذه الصناعات اللوجستية اللي بتقام على هامش هذه المشروعات الكبيرة اللي هي زي ما حضرتك بتقول تعبئة تخزين نقل كل الكلام ده حقيقي الله ينور على حضرتك احنا بنتكلم فعلا على المشروعات دي بتبقى متكاملة يبقى طريق كهرباء ري ومعاها كمان صناعات المغازية احنا دلوقتي لما ننتج مثال مثلا زي البطاطس مش محتاجين نحط الطاطس به في تلاجات بنحتاج تعبئة بنحتاج تصدير يبقى معاها صناعات مكملة مصر عاملة حسابها في كل كبيرة صغيرة في هذا المشروع وانطمن نفسنا وعندنا قطر سريع كمان حينقل البضائع بشكل أسرع من مكان زراعتها لما كان تصدره وهو أداء التكامل في المشروعات بينها وبين بعضيها في مصر كلمنا عن التكامل في المشروعات خلينا نتكلم عن الأهداف والعائد اللي حيعود على المجتمع ككل عندنا فرص عمل عندنا تصدير حيزيد عندنا اكتفاء ذاتي ان شاء الله نوصل له ايه تاني؟ حقيقة ده جميل جدا حضريك برضو ايه بتقول للموقات مهمة جدا احنا عندنا فجوة غزائية وعلى رأسها الأمحة احنا محتاجين في السنة حوالي 18 مليون طن سنويا مصر كان بتوفر حوالي 8 أو 2 من 10 بالتصدير ووالآخره الحمد لله السنة دي بفضل هذه الجهود وصلنا لحوالي 11 مليون بنتكلم عندي صوامع بيتكلم بقى احنا بنتكلم عن نتائج والأهداف كمان احنا النهاردة عاوزين نخرج بقى من النطاق الضيق لمصر بنتكلم على أماكن عمرانية جديدة بنتكلم على تشغيل عمالة حوالي 5 مليون فرصة عمل مباشر وغير مباشر توسيع سكان هيختلف احنا بنخرج بقى التوسيع على النطاق بنتكلم على الصادرات قلت فرق الميزان حوالي 10% بنتكلم استثمارات زادت حوالي 500% في المشروعات دي اذا النهاردة الفجوة الغزائية التنظير العملة الصعبة احنا طبعا بنبغي ومصر ابتدأت تصدر مع والح وبرطقان والاخر محاصيل كبيرة جدا الهدف الاساسي مصر مع هذه الاجراءات النهاردة بقى عندي اكتفاق ذاتي من حوالي 9 محاصيل رأسية على رأسها الفكهة والخضروات والسكر والرز حاجات استراتيجية وبنكمل من هذه المشروعات الزيوت والأمح زي ما احنا الكامل لبنا مع بعض يبقى احنا النهاردة اهداف مصر ونتائجها ومبشرة ان شاء الله بالخير لمصر والمصريين دايما يا رب كل مشروع عشان ينجح محتاج ادارة رشيدة وحكيمة فكيفية ادارة هذه المشروعات وبيقول مين ادارتها والله انا برضو دايما كده بذكر نفسي وذكر السادة المشاهدين ونخلط دايما او ندمج العلم بالواقع او الواقع العلمي مع الواقع العملي خلينا نقول ان اماط الادارة في علم الادارة كده فيه ادارة تسلطية ادارة مركزية ادارة تفوضية والاخره انواع كتيرة جدا لكن الاسماء واضحة للسادة المشاهدين النهاردة نمط مصر ايه في ادارة الدولة ومشاريعها لا انا هقول كده وهستعيد لقب من عندياتي زي ما يقولوا كده ادارة بالخط الاحمر يعني ايه يعني النهاردة احنا بنحط خط كده لكل المشاكل المستعصية نطاق تخطيط طويل الاجل مع حاجة اسمها مبادرات عشان الناس يبقى فهمة موضوع المبادرات ده ايه انا مثلا حاجة زي التأمين الصحي دي عشر سنين طب هالسنة الوايط لما الناس كلها تكونش في عشر سنين لا ما معانا مبادرات زي مئة مليون صحة مبادرات صحة المرأة ولا يبقى ده فكر في ادارة الدولة حاجة تانية بنقول الموارد ازاي اننا الموارد احنا كنا نسمع زمان على المليارات دي حضرتك كلاش نسمع كلام ده النهاردة احنا بنتكلم ازاي الموارد بتاعتنا ان احنا نقدر نجيبها بهذا الشكل يبقى احنا بنتكلم على نمط للإدارة جديد بقول كده إدارة الإنجاز وليس حضر أساس يعني النهاردة احنا بنشوف ان افتتح المشروع مش لسه هنحط حضر أساس ولا لأ مراعاة نقول بقى اهلينا طيبين لأكثر احتجاجا وفقرا بنلاقي زي مشروع الريف المصري كده وبنضعي هذه الأرض بظبط النهاردة التكامل بين الهيئات نمط مهم جدا ده ان التنصيق احنا بنشوف دلوقتي حضرتك المؤتمرات يعقدها السيد الرئيس ورئيس الوزراء وجميع الهيئات والوزراء برضو يحضرني كده لو حد يلاحظ يلاحظ حاجة مهمة جدا تلاقي المستويات اللي بتحضر مستوى الأول اللي هو مثلا الوزراء والتاني والتالت عشان القرار أو المناقشة المجتمعية والعلمية توصل من درجات العلم الإدارة ودي لفتة لازم ناخد بنا منها يبقى النهاردة عندي كمان حاجة اسمها نقاش مجتمعي بنزل على أرض الواقع نشوف المجتمع فيه ايه في الأماكن دي ما بنخططش على أرض الواقع في الحقيقة حاجات كتير جدا نمط إدارة لمصر الجديدة فعلا إحنا شايفين نتائجه وشايفينه على أرض الواقع والمتابعات اللي مش عاوز أقول الساعة بالضيئة والثانية في كل وقت طيب خلينا حضرتك من وقع كلامك كده بتتكلم عن إن لو فيه تحديات فمعمول حسابها علشان تتحل بشكل سريع فإيه الفكر في إننا يعني إحنا عندنا واقع وعندنا مقمول بنتغلب على التحديات دي إزاي بشكل سريع خلينا دايما أنا كده في التحديات أقولها كده منبسطها برضو سمحتين يا أستاذنا مشاهدين سليسية الأبعاد أو سي دايمنشن يعني إيه برضو منبسطها كده سليسية الأبعاد تخلي بالك دايما وإحنا بنفكر في أي تقطيط بنقول فيه بعد زمني قبل وبعد وأثناء وفيه بعد مكاني ليه دعوة بالمكان ومعها الموضوعات طبعا نوضح الموضوع كده للمشروع ده تحدياته كانت قبل إيه قبل المشروع كان لازم يبقى فيه أمن وأمان وتمويل ومية الحاجات دي لازم نفكر فيها نفكر كمان لازم يكون عندي خبرات علمية على أعلى مستوى سواء أن مصر لو ما فيش عيب إن إحنا نستعين بخبرات خارجية زي ما شوفنا أبناء مصر المهاجرين لما جون كلهم يبقى قبل المشروع بنحتاج كل ده أهمها التمويل المية كان فيها إشكالية فإزاي هحلها وبحط التمويل والآخرونها طب أثناء التشغيل أثناء التشغيل بتقابلنا صعب في التخطيط ممكن بقى أراضي مثلا نفاجأ بها بحاجة مثلا في الحصر حاجة إزاي التنصيق بين الإدارات وتنفيذ المشروع وطبعا إحنا شايفين الإدارة المصرية إزاي أنا بقى هتوقف هنا عند حتة بعد نهاية المشروع وده الأهم بقى بعد نهاية المشروع والدولة المصرية الجديدة ومصر الجديدة ما ثابتش حاجة كده للاجتهاد النهاردة بقى أي مشروع معاه صيانة عارف حضرتك مش صيانة بس للشركات معاه قطع الغيار عشان ما نتوقفش أي لحظة وفي أي ثانية من الوقت يبقى إحنا معانا صيانة امتداد معانا كمان إزاي المشروع ده يمتد ويتوسع ويتوسع يعني إحنا بنتكلم قبل وبعد زمن ومكان ومعها كمان تخطيط وموضوعات طيب أي مشاريع جديدة بتقوم بيها الدولة بيبقى مطلوب تكاتف جهود جهات كتير أول أكيد المجتمع المدني عليه دور في أنه يساهم في إنجاح مثل هذه المشروعات فعايزة حضرتك تقولي دور المجتمع المدني أنا أحيي حضرتك في لبحاتك اللي دايما يعني عاوزين نقول إيه في الصلب وسواد الموضوع يعني إحنا بنتكلم على المشروعات المشروعات دي طبعا القطاع الاستثماري مشارك فيها مش الدولة اللي بتعمل الكلام ده الوحدة طبع قلينا نقول هذا الكلام طب النهاردة المجتمع المدني يشمل بقى قطاع الاستثمار والمشاعة الصغيرة ومتنهية الصغر والمجتمع الذي لا يهدف للربح طب النهاردة رقم واحد واثنين وثلاثة بالنسبة لي أنا شخصيا بقول خلي بالك أيها المستثمار سواء صغير أو كبير يريد نقول إيه بقى الربح العادل النهاردة مش لازم أربح ربح خيالي إحنا في وطن قائم وناشئ ومحتاجين كل جهود مفيش منع أن إحنا نربح لك الحاجة التانية بقى المجتمع المدني في توعية الناس النهاردة أنا شغال في المكان ولا بشوفه أحافظ عليه أقدر أتعاون فيه ونميه للا أرشد يبقى كل ده مهم جدا برضو لازم نوطح هنا مدى العلاقة بين نقول المشروعات الكبيرة دي ومشروعات متنهية الصغر والصغيرة وده محتاجين فيها مجهود كبير برضو عشان برضو أذكر نفسي وأذكر السادة المشاهدين مش عاوزين نقول إن الدنيا وردية بشكل كبير أكيد فيه تحديدات زي ما قلنا وصعوبات يبقى إحنا بنتكلم كده يبقى دمج المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر نحافظ على هذه المقدرات لي من نمهاش نخلي بالنا النهاردة المستثمرين والقطاع المدني يتدخلوا ويعملوا ونستقبل لمصر والمصريين وده فكر برضو عاوزين نقول بقى نخرج من اللي مع إرش ولا إرشين متوفرين لازم يبقى فكره اللي جاي ويمكن الدولة إن شاء الله في مشاريع وهتعلن للناس قريبا إزاي يبقى فكر الاستثمار وأنا بلدي هي أنا والدولة هي المواطن والمواطن هو الدولة إزاي استثمر وهي دي مقدراتي لولادي وولادي وأنا والأجيال اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله إحنا بنشكر حضرتك يا دكتور نورتنا وأسعدتنا ضفنا اللي كان منورنا الدكتور أيمن إسماعيل جراب دكتوراه في العلوم البيئية والباحث بالتنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر